طيب الله وقاتكم وأهلاً ومرحمة بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصعافة التي نبدأها كالعادة بالعنوية من المواقع المحلية دورية عسكرية تقتل مواطنان أثناء إسعاف مصابة ومن العرب الجديد جريفث يتغاضى عن الجوف ويدعو لإبقاء مأرب ملاذاً للنازحين وفي أخبارنا المنوعة جدل في ألمانيا عقب الإعلان عن تدريس الأطفال قصص وأناشيد بالعربية انتخابهم اليمنيون ليمثلوهم في سنة تشريعات والقوانين وأصبحوا صوتهم في البرلمان عاش البرلمانيون جميعاً في صنعاء وأصبح لهم منازلهم ومصالحهم منذ أن سقطت صنعاء بأيدي مليشيا لا تؤمنوا بدستور أو قانون تعرضوا لكل ترهيب ثلاث عدد منهم إلى الهربي مخلفين حصيلة سنوات عمرهم هناك الآن يتم نهو كل ذلك وفقاً لموقع يمن مونتر جماعة الحوثي تبدأ في الاستلاء على منازل وممتلكات البرلمانيين اليمنيين بدأت جماعة الحوثي المسلحة بالاستلاء والمصادرة لأملاك وعقارات عدد البرلمانيين اليمنيين بعد أن قضت المحكمة الجزائية في العاصمة الصنعاء الخاضية على سيطرة الحوثيين بالاعدام تعزيراً بحق 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم وقالت أسرة أحد البرلمانيين أن مسلحي الحوثي هاجموا بسيارات عسكرية وأخرى مدينة وأخرى مدنية صباحاً منزلهم في صنعاء وقاموا بطرد الأطفال والنساء من المنزل كما قاموا المسلحون أو قام المسلحون الحوثيون بحصر وتصوير كل ما في المنزل قبل أن يغادروا وبحوزتهم اثنان من لابتوبات محمولة خاصة بالبرلماني وزوجته لدى خروجه من المنزل أيضاً كتب الحوثيون على الجدار محتجز من قبل المحكمة الجزائية اليمن في انتظار ثورة تحت هذا العنوان كتبت بشرة المقتر مقالها المنشور في العرب الجديد مضيفة عندما يكون الجوع والفقر والقتل وانتهاك حقوق الآدمية السردية اليومية التي تدور بشأنها حياة اليمنيين فإن الانعتاق من هذا الواقع اللا إنساني يبقى خياراً وحيداً أمام المقهورين وإذا كان المخاض اليمني قد طال أكثر مما يجب فإن الواقع المعيشي المترد يظل عاملاً في بلورة حراك شعبي سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل فيما تصب تظاهرات الجوع التي تشهدها بعض بلدان المنطقة كمحفز لليمنيين على إيجاد فرص للخلاص وذلك لما في طبيعة اليمنيين من حساسية في تمثل تجارب الجوار الجغرافي المنتفض فضلاً عما للثورات والحروب من ترابط سببي قد يؤثر في إنضاج تجربة شعبية جديدة في اليمن كما أن حرف مسار الثورة عن مطالبها الشعبية في إقامة سلطة تحقق الأمان الاقتصادية لليمنيين وتحويلها إلى أزمة سلطة الحكم أدى إلى انتظام القوى السياسية في تحالفات زجت بالمجتمع في حرب مرهقة ومن ثم فإن الاختلالات التي أفضت إليها إرادة القوى المنضوية في الثورة وما ترتب على ذلك من قيام سلطة حرب أنهكت اليمنيين بمعية حلفائها الإقليميين يجعل احتمالات انتفاض شعبي في اليمن ممكنة أكثر من السنوات الأولى من الحرب إذ إن من شأ بؤس اليمنيين ناجم عن احتكار سلطات الحرب موارداء الدولة لصالحها والمنتفعين بها لا في نقص الموارد كما أن تركم أزمتها الداخلية بما في ذلك صراعات أجنحتها والقوى المنافسة لها استنزفت اليمنيين في دورات اقتتال متعاقبة إلا أن الأهم من ذلك هو انحلال الأسباب التي استندت إليها سلطات الحرب في استدامة حكمها إذ انكشفت سياسيا حتى أمام أنصارها حيث تحولت إلى مجرد أدوات تديرها القوى الإقليمية بمقتضى مصالحها مع اليمن كما أحدثت بولاءاتها العابرة للحدود تحالفات محلية أنتجت مشكلات تتجاوز واقع الحرب إلى التأثير على مستقبل اليمنيين أقصى ما تتمناه فاطمة هو الحصول على فرش أرضية عشتها الترابية وبطانيات لتغطية أحفادها عند نومهم كما تقول وترفض بحزن لا نريد فلوسا أبدا لا نريد إلا الفرش لأننا ننام على التراب كما ترى هذا مقتطف مما قالته نازحة في أبيان وعنون موقع المشاهد نت أبيان نازحوها الحديدة العيش في عشش غير مجهزة في مخيم المسيمير فاطمة حسن والتي تجاوزت الثمانين سنة لم يقف حائلا دون صمودها في عشتها الصغيرة وسط مخيم نازحية الحديدة في محافظة أبيان جنوبية اليمن تعيش فاطمة مع ستة عشر من أفراد أسرتها في مخيم يضم مئة وخمسين عشة في منطقة المسيمير بمحافظة أبيان لكنهم يعانون من نقص الغذاء ووسائل المأوى كغيرهم من النازحين فر الألاف من سكان محافظة الحديدة غربي اليمن إلى المحافظات الجنوبية يتوزعون بين مخيمات منها مخيم المسيمير الذي يقيم فيه مئة وسبعين أسرة بنيت أكواخه من أشجار الموزة اليابسة وسط أرض زرعية لا تصمد مع سقوط الأمطار إذ تغرقهم المياه في موسم الأمطار الأخبار المثيرة للحزن وللضحك في آن واحد تكون قادمة من عدن حيث تتقاسم ميليشيات متعددة سيطرتها على مدينة كانت يوما من أجمل مدن العالم آخر الأخبار القادمة من هناك تقم يحمل مصابا ولأنه يريد إنقاذه من الموت يقتل شخصا آخر في طريقه ويعانون موقع عدن الغد وفات مواطن إثر دهسه من قبل طقم خلال عملية إنقاذ مصاب بعدن وفقا للموقع فقد توفي مواطن في العقدة الثالث من عمره مساء يوم السبت إثر دهسه من قبل طقم كان يحمل مصابين جراء اشتباكات بالممدارة وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد أن المواطن محمد المرزوقي توفي وأصيب راكب كان إلى جانبه إثر دهسه من قبل طقم وكان الطقم يحمل مصابي اشتباكات مسلحة شهدتها الأطراف الشرقية لمدينة الممدارة وقال شهود عيان إن الطقم اصطدم بسيارة المرزوقي وهو ما تسبب بإصابته ووفاته على الفور ما مات من استبد تحت هذا العنوان كتب باسل طلوزي مقاله المشور في العرب الجديد مضيفا لم يعود الموت حلا للخلاص من الاستبداد وفق ما ترجوه الأياد المبسوطة بالدعاء إلى الطغة فقد برهنت الحقبة العربية الأخيرة أن الطغة الذين لا يموتوا إرثهم قبل موتهم لا يموتون وإن ماتوا بيولوجيا الخلود الأرضي لم يعود فكرة تقتصر على العظماء والمبدعين ومن قدموا للبشرية خدمات جليلة بل استطالت لتشمل من أبدعوا في الكبت والقمع ومن حرموا البشرية من خدمات جليلة كان يمكن أن تسهم فيها شعوبهم لو تمتعت بالحرية أيضا فندت الحكمة العربية الراهنة ظنوننا التي كنا موقنين بها حتى وقت قريب أن الطغة لا يحلمون مثلنا نحن المروعين بالواقع الكئيب غير أننا اكتشفنا أنهم أوسعوا حلما منا جميعا وإن اختلفت غايات الأحلام بين الطرفين والمصيبة أن أحلام الطغة أزيد تحققا وتجسيدا من أحلام شعوبهم وتتفاقم مع اتساع رقعة صولجانهم وتضخم أرصدتهم وكثرة أوسمتهم عندها يتعظم الحلم بما يتساوق مع تضخم الذات لدى الطاغية على نحو يجعله يرى الشعب صغيرا بمواليه ومناوئيه على حد سوى بل إن الوطن كله يغضو أصغر من أن تلموسه يدا ليس من باب الزهد بل لأنه يشعر أنه يستحق بمؤهلاته وإبداعاته أن يحكم وطنا أكبر مما أتاحه له سوء حظه العاثر فالقذافي مثلا لم يخلع على نفسه لقب ملك ملوك إفريقيا عبثا بل كان حكم القارة السوداء واحدا من أحلامه الكبرى فعليا على ثورات الرابع العربي أن تستوعب درس الإرث جيدا قبل أن تعلن ابتهاجها بإزاحة طاغية عن عرشه بل تجرد الجلاد من صوته قبل خلعه لأنه ثمة أيادية غفيرة تنتظر أن ينتقل إليها هذا الصوت لتستأنف دورة الجلد وعليها أن تحرم الميت من إرثه قبل موته لتتأكد أنه سيموت فعليا لا سريريا دعا المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفث للإبقاء على محافظة مأرب اليمنية كملاذ لمئات الألاف من النازحين منذ بداية النزاع وعدم تحويلها لبؤرة نزاع قادمة فيما تغاضى بشكل كلي عن اجتياح الحوثين محافظة الجوف وتشريد أكثر من 30 ألف مواطن وعنوان الصحيفة العرب الجديد غريفث يتغاضى عن الجوف ويدعو لإبقاء مأرب ملاذا للنازحين وقال غريفث روح المغامر العسكرية والسعي نحو تحقيق مكاسف السيطرة على الأراضي هما بغير جدوى لأن تلك الحرب لا يمكن كسبها عسكريا في ساحة الحرب وشدد غريفث على أنه لا يوجد بديل عن تسوية سياسية يتم التوصول إليها عن طريق التفاوض وتزامن وصول المبعوث الأممي نعى تصعيد الحوثي غير مسبوق في مديرية خبو الشعف بهدف استكمال السيطرة على محافظة الجوفة الاستراتيجية المحاذية للسعودية من جانبه رفض نائب الزير الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا حسين العزي مبادرة المبعوث الأممي مؤكدا عدم الاكتفاء بالسيطرة على الجوف وأنه لا بد من الوصول إلى الثروة النفطية والغازية باعتبارها لكل اليمنيين وليست خاصة فقط بمنتسبي تنظيم الأخوان وتشير تصريحات القياد الحوثي إلى أن هدفهم القادم هو السيطرة على منابع النفط والغاز في صافر وإعادة تشغيل محطة مأرب الغازية للعاصمة صنعاء الخاضع لسيطرتهم وذلك بالالتفاف مباشرة إلى منطقة الصافر وليس الدخول إلى مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تضم تجمعات سكانية ونازحين تتجه الأنظار نحو إيران بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا والإعلان عن وفاة مسؤولين بالفيروس صحيفة القدس العربي تعنون كورونا الرعب يغزو طهران واتهامات للحكومة بالتقصير وقالت الصحيفة تتزايد مخاوف سكان العاصمة الإيرانية طهران بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في الوقت الذي يتهمون فيه الحكومة بعدم اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الفيروس وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران بمدينة قم في التاسع عشر من فبراير شباط الماضي وذلك بعد أول ظهور للفيروس في منتصف ديسمبر كانون الأول 2019 في مدينة وهان وسط الصين وقد أدى انتشار كورونا في إيران حتى الخميس إلى مقتل 107 أشخاص وتسجيل 3513 إصابة في طهران تسبب الخوف من العدوى بهذا الفيروس القاتل إلى انخفاض أعداد مستخدمي متر الأنفاق بنسبة 70% كما أجبر انتشار الفيروس السلطات الإيرانية على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى جيلان التي سجلت أكبر عدد إصابات بين محافظات البلاد ومع توقف المدارس في طهران بسبب انتشار الفيروس انخفضت كثافة الحركة المرورية وخلت الشوارع والساحات الرئيسية في العاصمة تقريبا من المارة وقال محمود نزري وهو مواطن إيراني من سكان طهران أنه وبصرف النظر عن الأخبار التي شاهدها على شاشات التلفزيون لم يكن لديهم معلومات مفصلة عن كورونا ولم يعرفوا ما الذي ينبغي عليهم فعله وضاف نزري لمراسل أن أضول وأنه وعائلته قلقون جدا بشأن الفيروس وأن عائلته التزمت البقاء في المنزل وعدم الخروج منه خوفا من انتقال العدوى هل هناك حياة بعد الرأسمالية؟ تحت هذا العنوان كتب أستاذ علم النفس في ستوفلوك بول ريتشارد مقاله المعاد نشرة في صحيفة الغد بينما تقوم الرأسمالية بتجميع الموارد لمركمة القيمة الاقتصادية تتكشف إمكانية الانعتاق عندما يتعلق الأمر بالتقدم التقني لما في ذلك تطوير العقاقير والعلاجات الجديدة التي تزيد فترات حياتنا بشكل كبير ولكن كذلك تفعل التكلفة البشرية المترتبة على ضروراتها الاقتصادية التكاليف التي تمتد إلى عمر متقدم من العزلة والفقر بالنسبة للكثير من الناس قد تعترف الرأسمالية بوجود اللامسواه وإنما ليس إلى درجة الاعتراف بازدهار هذا النظام على اللامسواه ولا بالمسؤولية التي ينبغي أن يتحملها عن توفير الرعاية لأولئك الذين نصبحون أكثر عرضة لضعف الصحة والتعليم المتدني والفقر والجريمة وهي حقائق تجري نسبتها زيفا إلى عيوب شخصية بدلا من نسبتها إلى العيوب الهيكلية ويشكل عدم التوافق بين الوعد بحياة مطولة وواقع تدهور مستويات المعيشة في سن الشيخوخة معضلة مركزية للرأسمالية المعاصرة في مواجهة هذه المعضلات اقترح الفلسفة الاجتماعيون سلسلة من البدائل الواضحة والعلمية والديمقراطية للرأسمالية وصاغ غورز مؤلف ودعا للطبقة العاملة اتجاها بديلا أخضر أحمر للسياسة اليسارية نموذجا لإيكولوجيا سياسية تتحدى منطق الرأسمالية وأخلاقياتها وفعالياتها إلى جانب جنوحها المستمر نحو الربح مدفوعا بما لا يقل عن فكرة الانتاج المفيد اجتماعيا اقترح غورز مجموعة من الطرق لإعادة تنشيط هذه المهارات وتقليل العمل وزيادة وقت فراغ الناس باختصار حيث أنتجت الرأسمالية تغريب الفرد اقترح غورز توسيع مجال النشاط البشري المستقل من أجل زيادة مساحة تحقيق الذات ومن بين مقترحاته العملية العديدة التي شملت إقرار دخل أساسي للجميع كتدبير مؤقت إلى أن يتم التخلص من النقود اقترح خططا لتطوير مجتمعات منظمة ديمقراطيا والتي يكون من شأنها أن تحدد من بين أمور أخرى قيم الإنتاج والتخطيط وتوفير الاحتياجات المحلية واستكشاف إمكانيات التحرر من الأشكال الهرمية لتنظيم العمل وتطبيق ممارسات ما بعد إنتاجية لا وجود للمستحيل مع توفر الإرادة لقد تفاجأ جودي إليس بينما كان يقود سيارته في ألسكا حيث درجة الحرارة 16 تحت الصفر وكتب تقريراً عن ما رآه ونشرته البي بي سي قصة محطة للطاقة الشمسية تعمل وسط الثلوج في درجات حرارة تحت الصفر يقول المحرر عندما كنت أقود سيارتي على الطريق السريع كانت درجة الحرارة بالخارج 16 تحت الصفر وبدأ مشهد الألواحة الشمسية المغطى بالجليد في مواجهة السماء المظلمة غريباً ولسيما أن الشمس كانت قد أخذت تبزغ على استحياء خلف الجبال في الساعة التاسعة صباحاً فقد لا يخطر على بالك أن تقف في قلب أكبر محطة للطاقة الشمسية وأحدثها في ولاية ألسكا وأنت تتجمد برداً وتنزل قدمك على الجليد وقد يبدو أن تصغير الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة في المناطق الشمسية مثل ألسكا حيث تقل ساعة النهار إلى أدنى حد في أكثر أيام السنة أمر مستبعد إن لم يكن مستحيلاً إذ تشكل الأراضي دائمة التجمد نحو 85% من أراضي الولاية لكن محطة ويلو للطاقة الشمسية في ألسكا أثبتت أنه من الممكن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حتى في أقصى شمال الكرة الأرضية وأكثرها برودة وتقع المحطة على بعد بضع مئات من الأميال من الدائرة القطبية ولا تحصل إلا على ست ساعات كحد أقصى من ضوء الشمس في أشهر أشتاء يومياً أعلنت إحدى الجمعيات التربوية الألمانية عن إدراج حصص لسرد قصص وغناء أناشيد باللغة العربية في مناهج رياض الأطفال المشروع يهدف إلى بناء الجسور بين الثقافات المتعددة والتقليل من المخاوف غير أنه تعرض لانتقادات يمينية متطرفة وعنون موقع دي دابليو ألمانيا قصص وأناشيد عربية في رياض الأطفال تثير الجدل وتهتم الجمعية الألمانية إدزيل هورم التي تأسست عام 2016 من خلال عروضها المتنوعة بتنمية المهارات اللغوية للأطفال من خلال سرد القصص وغناء الأناشيد وفق صفحتها الرسمية فإن هذا الأسلوب كما أظهرت الدراسات لا يعمل فقط على تنمية مهارات الأطفال اللغوية وإنما يطوروا الخيال لديهم ويعلمهم مشاركة الصورة الداخلية ومشاعرهم مع الآخرين كما يزيد منثقتهم بأنفسهم وعن طريقة العمل في رياض الأطفال توضحه الجمعية أيضا أن الراوي يأتي إلى المدرسة الابتدائية مرة واحدة في الأسبوع من دون حمل كتاب قصص ولا دمى في اليد ولا ارتدازي معين ويستخدم بدل ذلك في سرد القصص تعبيرات وإيماءات الوجه وكذلك أسلوب تغيير وتنويع نبرة الصوت وترك فرصة للأطفال للتفاعل مع القصص وترحي الأسئلة ما ينمي لديهم مهارة الاستماع والتواصل مع الغير جمعية إدزيل هورم أو ما يعني غرفة السرد باللغة العربية ترسل معلمين ومعلمات إلى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية لسرد قصص وأناشد للأطفال باللغات الشيكية والبولندية والسربية وبعد أن قرر القايمون على المشروع إضافة لغة جديدة إلى برنامجهم التعليمي ووقع الاختيار على اللغة العربية وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ الخريفة المقبل في اثنين من رياض الأطفال المتواجدة في ولاية سكسونيا وعن الفكرة خلف هذا المشروع تقول ويل ريشارد من الجمعية على الأطفال التعامل مع اللغة الأخرى على أنها ليست لغة أجنبية وغريبة عنهم من خلال هذا المشروع ونستهدف في المقام الأول الأطفال الألمان وكذلك الأطفال من أصول مهاجرة الذين سيستمعون في المستقبل إلى أصوات مألوفة لديهم الأحداث من خلال أصور والتي وثقها مصور صحيفة القارديون من مناطق مختلفة حول العالم نتابعوها في جولتنا مصورة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر عدد من الرسومات الكاركاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعوها في جولتنا لهذا اليوم وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء